في الوقت الذي نمنح فيه العقل الحق في القيام بدوره النقدي نكون قد وضعنا أول خطوة في طريق الحرية وفي الوقت الذي نسلم فيه القرار للأمزجة والانتباعات نكون قد سلكنا طريق الأسر طواعية السلام عليكم ورحمة الله حلقتنا لهذا اليوم حلقة أيضا من الحلقات المهمة وعلاقتها بموضوع الحرية مثل ما ذكرنا في الحلقة الأولى أن هناك ترابط كبير جدا بين مواضيع التي سوف نتطرق إليها ونحن نريد أن نفكك هذه المواضيع وأن نربط بينها نتحدث عنها مستقلة ثم بعد ذلك نشير إلى علاقتها بالمواضيع السابقة وعلاقتها بالحرية بشكل عام لماذا؟ حتى تشتغل كل هذه المفاهيم في منظومة واحدة مثل ما ذكرت في الحلقة الأولى وسميناه موضوع الحرية أو محرك الحرية نحن اليوم سوف نتحدث عن موضوع النقد ونتساءل عن أهمية النقد في موضوعات الحرية ثم بعد ذلك نشير إلى مفهوم مناقذ لموضوع النقد وهو موضوع الانتباعات تحدثنا عن هذا الموضوع في الحلقة السابقة فقط لكن النقد أيضا ذكرنا أنه من النقاط التي يتحدث عنها النخب هي مهمة النخب وليس مهمة الجماهير وأشرنا إلى أنه علاقة الحرية بالنقد تأتي في سياق الحديث عن الوعي وآشرنا في حلقة الوعي إلى أنه هناك مفهوم مهم جدا ينبغي أن نشير إليه وهو النقد سؤال الآن إذا كانت النخب هي التي يناطبها هذه المهمة وتتحدث عن موضوعات النقد وتنقض المنتجات الموجودة مجتمعيا سواء أوجدتها السلطة أو أوجدها الشعب أو أوجدها الجمهور أو غيره فما هو هذا النقد؟ الآن سوف نبحث عن هذا الموضوع هناك سؤال هل النقاشات التي نديرها نحن في حياتنا اليومية والتي تحدث بيننا في مواقع التواصل الاجتماعي وفي حياتنا بشكل عام مبنية على نقاش عقلاني واعي يتم فيه النقد بشكل طبيعي بشكل جيد مثمر بنا أم أن ما نقوم به هو مجرد أمزجة ومجرد انطباعات ومجرد قضايا تطرح هكذا بدون أي مسئولية بدون أي كلام له معنى إذن ما هو النقد؟ نحن سوف نحاول في هذه الحلقة أن نضرب مثالا نعتقد أنه يقرب مفهوم النقد بشكل كبير سنفترض أن الكلمات التي نعطيها لبعضنا البعض منتجات لدينا منتجات هذه الأفكار التي نتحدث بها هي عبارة عن منتجات نفترض أنها منتجات من مصنع معين كيف تنتج هذه المنتجات؟ كيف تأتي؟ يعني من أين تأتي؟ تأتي من نقطتين مهمتين للغاية هناك شيء نسميه مواد أولية هذه المواد الأولية تدخل لهذا المصنع فتنتج لنا منتجات معلبة أو مغلفة أو جميلة أو رديئة أو غيرها هذا يعطينا انطباعا أو يعطينا فكرة مهمة جدا على موضوع النقد الكلام الذي نقوله نحن في حياتنا العامة حتى منها حتى الكلام الذي أقوله الآن هو عبارة عن منتجات هذه المنتجات تسبقها معلومات هذه المعلومات تدخل إلى حيز منطق معين فكري منطق تفكيكي أي منطق هذا المصنع هو الذي يقوم بدراسة هذه المعلومات لما يدرس هذه المعلومات يستخرج لنا من هذه النتائج التي نناقشها الآن ماذا نقصد بهذا؟ نقصد بهذا أن النقد يقوم على هذه العملية كيف يتم هذا؟ كيف؟ يعني بسؤال بسيط النقد إذا اتفقت أنا مع هذه المعلومة التي طرحت أمامي وجدتها معلومة جديدة ومعلومة ممتازة ومعلومة ليس فيها أي إشكال معلومة ذلك أني أخذها وأعمل بها هكذا تعمل النخبة النخبة تنظر لهذه الموجودات إذا وجدتها جيدة وأخذعتها للنقد ووجدتها جيدة تأخذ بها إذا لم تجدها جيدة فعليها أن تمر على نقطتين مهمتين للغاية وإلا تحول هذا الموضوع إلى انطباع معنى ذلك أنا تحولت النخبة إلى جماهير فما فائدتها؟ إذن لن تحقق أي شيء النقد ينظر للمعلومات أو للمواد الأولية التي تتحدثنا عنها في المصنع إذا كانت المعلومات جيدة التي اتكأنا عليها اتكأنا على معلومات ثم بعد ذلك أدخلناها في منطق أخرجنا بها نتائج هذه المعلومات ينبغي وهذه هي النقطة المفصلية الأولى لا بد أن تكون صحيحة إذا كانت المعلومات غير صحيحة فمعنى ذلك أن المنطق الذي استخدمناها في تحليل هذه المعلومات لا وزن له لماذا؟ لأنك تستخدم المنطق في تحليل معلومة أصلا خاطئة معلومة أصلا خاطئة وهذه النقطة في غاية الأهمية فمعنى ذلك أن نعطي مثالا شرعيا مثال يعني بسيط مثلا أنه إذا كان الدليل الأصلي الذي اعتمد عليه الفقيه لفتيا معينة الفتوى التي سوف يفتيها الفقيه تعتمد على ماذا؟ تعتمد على الدليل ومنطق الاستنباط فإذا كان الدليل في حد ذاته دليلا مرفوضا حديثا ضعيفا أو أن الآية لا تدول على هذا الموضوع وغيره المهم أنه هناك لدينا دليلا هذا الدليل ينبغي في البداية أن يكون صحيحا إذا كان الحديث موضوعا أصلا لا علاقة له تماما بالصحة كيف يأتي فقيه ويعتمد عليه هو يجعله عمدة الأدلة في أن يحرم شيئا أو يحلل شيئا طبعا الفقهاء يدركون هذا جيدا أو المشتقدين بالشريعة يدركون هذا جيدا لكن نحن تحدثنا عنه في هذا السياق أيضا إذا ما نظرنا للمادة الأولية تخيل أنك تأتي بمادة أولية لمصنع هذه المادة الأولية لا تنتج لا تنتج أصلا هذا الموضوع الذي تريده أن يخرجه لك المصنع فهذه النقطة مهمة النخب النخب يتحدث عن هذه المعلومات ويدقق فيها بشكل جيد طبعا كما تحدثنا النخبة كل في مجاله إذا اكتشفنا أن المعلومات ما شاء الله جيدة وصحيحة وليس فيها أي إشكال على الإطلاق فمع ذلك ننطلق إلى النقطة الثانية وهي المنطق هل طريقة الاستدلال من هذه المعلومات طريقة صحيحة ومنطقية وتفضي إلى تلك النتائج التي نخضعها للنقد أم أنه هو قفز في المجهول وخبط عشواء يعني المعلومة جيدة ممتازة صحيحة ليس عندنا فيها أي إشكال لكن المنطق مهترئ منطق كارثي في الاستدلال يعني لا يدل على الإطلاق على هذا الموضوع بالأكس ممكن أنه يأتي منطق آخر ويستخدم نفس المعلومة التي انطلقت منها ويأتي بنتائج مناقذة تماما لهذه النتائج التي عندنا هذا هو النقد باختصار هذه مهمة النخب النخب تصحح للجماهير وتبين لهم أين هو الإشكال فتقول لهم المعلومة صحيحة لكن المنطق خاطئ أو تقول لهم أن المعلومة في أصلها خاطئة فلداعي أصلا لأن نتحدث عن منطق هذه النقطة مهمة ومهمة جدا يقول لإنسان ما علاقة هذا الموضوع بالحرية ما هو الرابط بين هذه التفاصيل الكبيرة والطويلة وهذا التفاصيل الذي قد يكون مملا ما علاقته بالحرية علاقته مهمة جدا 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 لماذا؟ لأنه نحن لما قلنا الحرية هي القدرة على الاختيار الأفضل ما هو الشيء الذي يحقق الاختيار الأفضل؟ هو الوعي وما هو الوعي؟ هو النقد أنك لما تنقذ هذه الخيارات وتخضعها للنقاش الطويل بعد ذلك تقول عندك الخيار ألف يصلح ثم بعد ذلك تأتي بالخيار با يصلح فماذا لو أننا لم نخضع هذه الخيارات وضعنا ثلاثة وأربعة خيارات أمامنا وقلنا نأخذ هذا بشكل مزاجي ثم ممشينا في الطريق بهذا الموضوع اخترناه نحن أحرار اخترناه في منتصف الطريق نكتشف أن هذا الخيار لا يصلح لماذا؟ لأن الواقع أثبت لنا أنه لا يصلح فنقع في حرج كبير جدا ثم بعد ذلك نفقد هذه الحرية لأحيانا يكون لدينا فرصة للرجوع وللدراسة وننقذ هذه الأفكار من جديد أحيانا لا تكون هناك فرصة أحيانا تكون النتيجة الكارثية وعظيمة جدا أحيانا تباد شعوب كلها أحيانا دول تنهار أحيانا حضارات كلها تغيب لماذا؟ لأن الخيارات لم يدقق فيها بشكل كبير وهذه النقطة مهمة جدا جدا فالنقذ إذن مهمته كيف نمحص تلك الاختيارات بشكل دقيق للغاية ثم نعطيها للجماهير فيتشكل الرأي العام فنواجه بها السلطة فنصنع تحرير ونصنع نهضة ونصنع حضار إذا لم نقم بهذا الموضوع فسوف نتحول إلى جماهير تتحدث فقط بالأمزجة وبالانطباعات شكرا اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر